اهلا بكم جميعا في قناتكم المنفضلة المهندس الخطات في الفيديو السابق اتعلمنا ازاي نتحكم في خط الرسم وصمكه في برنامج جوجل سكتش اوب في هذا الفيديو هنتعلم كيفية تغيير لون خط الرسم في برنامج سكتش اوب الفيديو ده انا بعتبره من اهم الفيديوهات اللي حضرتك هتحتاجها تابع معاي الشرح وشاهد الفيديو للنهاية تخيل لو عندنا خط وعندنا مستطيل او مربع رسمينه باداة اللاين تول علشان نبتدي نغير في لون الخط بتاع الرسم هنروح لي ستايل الجزء العليمين هنروح لحاجة اسمها ستايل هضغط على السهم اللي فيها هتتفتح لي هذه الايقونات كل اللي عليك انك هتروح لي اول ايقونا منهم وهي اسمها ايديو سيتنج هتضغط عليها هتتفتح لك هذه الخيارات هننزل في الاخر كده هنلاقي حاجة اسمها كولر كولر دي جنبها قائمة منسادلة بهذه الطريقة ركز معايا هنجرب واحدة واحدة فيهم وحنعرف الفرق لو انا عايز اغير كل كل الوان الخطوط اللي موجودة في الرسم بتاعي يبقى هختار اول خيار اللي اسمه اول سيم هذا الشكل هتلاقي جنبها في مربع واخر اللون الاسود اضغط على المربع ده هيبتدي يتفتح لك هذا المربع ابتدي اختار اللون اللي انت عايزه بهذا الشكل وليكن اللون الاحمر ده واضغط اوكي هتلاحظ ان جميع الخطوط اللي موجودة عندك في الرسم تغير لونها من اللون الاسود الى اللون الاحمر دي اول جزئية معانا في الفيديو طيب الجزئية التانية دو انا عايز الخطوط اللي في اتجاه محور واي تاخد اللون الاخضر والخطوط اللي في اتجاه محور اكس تاخد اللون الاحمر هعمل الكلام ده ازاي هروح لكولر هاختار منها باي اكسس بهذا الشكل باي اكسس اوتوماتيك هتلاقي الخيار بتاع اللون بقي غير مفاعل معك وحتلاحظ ان الخطوط بتاعتك اي خط موازي لمحور واي اخد اللون الاخضر واي خط موازي لمحور اكس اخد اللون الاحمر يبقى دي تاني جزئية معانا الجزئية التالتة بقى ودي انا متأكد ان كلكم بتسألوا فيها بتفكروا فيها وان ازاي انا اتحكم بنفسي في لون كل خط منهم ده هنعمله ازاي هنروح برضو لنفس القيمة المنسدلة وهنختار منها باي متيريال بهذا الشكل وهعمل ايه بعد كده هروح ليه الماتيريال هفعل المربع الخاص بالماتيريال وليكن انا عايز هذا الخط باللون البني او اللون الاصفر هتختار اللون الاصفر او الماتيريال الصفرة وهروح للخط واضغط عليك لك هلاقي ان الخط اصبح معايا او اخد الماتيريال الاصفر اللي انا اخترتها وليكن عايز الخط ده من المستطير او المربع بتاعي بلون بني هختار الماتيريال الخاصة بلون البني وابتدي اضغط كليك هياخد اللون البني وليكن عايز الخط ده باللون وليكن السيان ده هبتدي اضغط ااسف كنترول زاد هبتدي اروح على الخط اختار الماتيريال الاول وابتدي اروح على الخط واضغط كليك هياخد اللون السيان وليكن الخط الثاني ده عايزه باللون دي بنفسي جي هاختار الماتيريال واضغط على هذا الخط هياخد اللون اللي انا عايزه وليكن عايز اللون الاخير ده باللون الازرق هبتدي اختار الماتيريال الزرق واضغط كليك هياخد الماتيريال زي ما انا عايز يبقى دي الطريقة اللي بتحكم فيها بلون الخط في برنامج جوجل سكتش اوب. عرفنا طلت طرق. الطلت طرق حلوين وممتازين. وكل واحد فيكم ممكن يستخدم اي طريقة فيهم. هنراجع التاني سريعا. بنروح لستايل. بنكتري نختار ادت. هنروح للجزء اللي في الاسفل اسمه كولر. جنبه اه مقائمة منسدلة. لو ضغطت على السهم هتصار للقائمة منسدلة. لو اخترنا اول نوع واللي هو اللي هو آآ آآ سيم جنبها مربع في لون اضغط عليه واختار اللون اللي انت عايزه ولا يكون اللون ده. الاخضر اضغط اوكي. هتاخد اللون الاخضر بس كل الخطوط هتاخد اللون الاخضر. لو اخترناها باي اكسس هنلاقي ان الخطوط اللي في اتجاه او موازية المحور واي اخرت اللون الاخضر. الموازية المحور اخدت اللون الاحمر. حتى لو رسمت خطوط جديدة بالمناسبة يعني مش شرط الخطوط اللي موجودة حاليا. بهذا النحو. تمام? لو عايز اتحكم في لون لون هاروح اختار باي ماتيريال. وابتدي من قائمة الماتيريال. اختار اللون واضيفه. واضيفه للخط اللي انا عايزه بهذا النحو. واللي اكون احنا اختار اللون ده. اعرب من الخط بهذا الشكل. هو ده كل اللي احنا نحتاج ان نقوله في الفيديو بتاعنا النهاردة. فيديو من اهم الفيديوهات اللي حضرتك هتحتاجها. يا رب يكون الفيديو مفيد لحضرتكم. يا رب يكون اقدم الاضافة لحضرتكم. في نهاية الفيديو ما تنساش الاشتراك. ما تنساش الاعجاب بالفيديوهات. ما تنساش مشاركة الفيديوهات لاصدقائك. اتدال على الخير كفاعله. اشكركم. نلتقي في فيديو اخر بازن الله تعالى.